اشتركوا في القناة أدعوهم صدعائي أدعوهم صدعائي في الدموالة بنور وجهك إني عائد وجهك ومن يعظ بك ليشقى إلى الآبات مهما لقيت من الدنيا وعرضها فليسني شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أتيك سخطان على عيش من الرغد بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم يوم جديد وتاني أيام شهر رمضان المبارك مرة تانية كل سنة وحضراتكم بألف خير أسئلة كتير جداً بتيجي في بالنا من وحنا صغيرين إيه أول حاجة ربنا خلقها في الكون؟ ولما ربنا خلق سيدنا آدم كان لوحده في الدنيا طيب قعد قد إيه لوحده في الدنيا من غير أمنا حواه ويتارى فعلاً عايش ألف سنة وإيه قصة الأربعين سنة اللي وهبها لإبنه داود؟ يمكن أسئلة كتير جداً بتيجي في بالنا من وحنا صغيرين لما كنا بنسمع قصص وحكايات كتيرة جداً عن الدنيا وعن سيدنا آدم وبداية الخلق نجاوب عليها إن شاء الله في حلقاتنا وحلقاتنا النهاردة مع فضلت الشيخ محمد أبو بكر من علماء وزارة الأوقاف والأزهر الشريف وأكيد هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم فضلت الشيخ سلام عليكم أهلاً بحضرتك ومنورني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانة ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام وأسأل الله كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته مع سيد النبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك ومولاه وهو القادر عليه عليها أفضل الصلاة والسلام أحسنت يا نادر ومنورنا وقبل ما نبدأ بقوا نتكلم في موضوع حلقتنا النهاردة وعايز أقول لك تعليق جيء مبارح كده على كلامنا مبارح في الحلقة وأن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا أجمل من الملائكة وعلى ما تستفهام كتير إزاي إحنا أجمل من الملائكة خلينا ننفضحها ونفسرها للناس وبعدين نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمة إذا سرى ولا يعزب عن علمه مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء خلق آدم من تراب ثم اجتباه فتاب عليه وهدى ونجل خليل إبراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى وأرسل موسى بالآيات لأولي النهى وزكى عيسى بآيات ومعجزات تبهر الورى وكان مسك الختام حبيبنا محمدا فكان مسك الآيات والهدى وبعد دائما أقول نحن لا نعرف أقدارنا عند ربنا صحيح هذه إجابة لكل ما تقولين لو أنك كلمياء وأنا كمحمد وهو كنادر والمخرج كأحمد وأختنا مونة كل واحد فينا عرف قدره عند ربنا أدي إيه عمره ما يسأل السؤال ده وعمره ما يزعل وعمره ما يستفهم عرفة لإني لما تلاقي كده في القرآن الكريم سيدنا نوح بيدعى ربنا إني مغلوب فانتصر وزي ما هنشوف الأحداث آخر سيدنا نوح مناه إن ربنا يديه آية تبين صدقة أو ربنا سبحانه وتعالى ينصره ولم يكن يدور بخلد نوح عليه السلام أن الله سيغرق الكون كله من أجله وأن الله سيفتح أبواب السماء لتلتقي مع عيون الأرض من أجل نصرتي سيدتنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما اتهمت في عرضها تقول وكانت منتهى المنى وغاية المراد أن يرى رسول الله رؤية تبرئني السيدة عائشة بتقول كده كان نفسي بس النبي يشوف رؤية تبرئني وإني لأعلم أني أحقر شأنا من أن ينزل فيه القرآن فينزل القرآن فتاني وتالت أنا ما قلت لكش لنا اللي بقول ولا حد بيقول ده ربنا اللي بيقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وبعدين تعالي نشوف بعدين معنا كده وإحنا ماشيين بعد ما ربنا خلق العرش وخلق القلم وخلق الملايكة وخلق الجن والجن بالمناسبة كانوا يسكنون الأرض وقعدوا سكنين الأرض ألفين سنة قبل آدم قبل خلق آدم فعاسوا في الأرض فسادة وسفكوا الدماء وتناحروا وتقاتلوا فأمر الله الملائكة فحاربتهم حتى طردتهم إلى جزائر البحور لكن فيه عالم أبدا اللي هو عالم الجن اللي احنا مشغولين بي دلوقتي أوي اللي هو العالم المخفي وبعدين الله سبحانه وتعالى أعلم الملائكة بالخلق الجديد وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفا الملائكة لما قالت له أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفكوا الدماء مش اعتراض ولكنهم رأوا ما فعل الجن فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلم الملائكة بأن خلق آدم ده مختلف تماما ولذلك ربنا لما خلق الملائكة بدأ بخلق جبريل ثم ميكائيل ثم إصرافيل ثم ملك الموت والحكمة أن ملك الموت هو اللي بيقبض الأرواح إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل جبريل إلى الأرض اقبض لي منها سبعة قبضات أنا عايز سبعة قبضات فنزل الأرض سمعت حديث الملائكة لربها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفكوا الدماء فقالت أستحلفك بالله لا تأخذ مني خلقا يعص الله فرجع سيدنا جبريل فنزل سيدنا ميكائيل ربنا ادلوا الأمر فنزل فالأرض قالت له أستحلفك بالله لا تأخذ مني خلقا يعص الله فرجع فنزل سيدنا إسرافيل قالت الأرض أستحلفك بالله لا تأخذ مني خلقا يعص الله فرجع فنزل ملك الموت فقالت الأرض أستحلفك بالله لا تأخذ مني خلقا يعص الله فاغضب وقال تقسمين علي بالذي أمرني والله لا أنفذن أمر الله سبحانه وتعالى ثم أخذ سبعة قبضات من سبع أراضين وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه بقى على تنوع الخلق ده أنه إحنا ومش كلنا من طينة واحدة ألفة منكم الأبيض ومنكم الأحمر ومنكم الأسود ومنكم القوي ومنكم الشديد ومنكم اللين ومنكم الضعيف وكل واحد في النهاية للطينة اللي خلق منها يحن وكل واحد إلى طينته التي خلق منها سيعود لما بالموت ولذلك لما بالله حد جميل زي حضرتك كده خلقا وخلقا نقول ده حد مخلوق من أرض طينية جميلة كده زي بتاعة المنصورة كده ولا الشرقية حد زي حالتي كده جديد وقوي وليك بس وزي نادر كده أصمر كده يقول لك بس ده أرض صعيدية أرض رملية فالغرض مقصود بالأرض وبالطين اللي هو إيه اللي احنا عارفينه اللي هو آي نعم تراب اللي احنا عارفينه الأرض شفت الأرض في الصعيد أرض شديدة إزاي كذلك ولذلك عشان كده بقى أنا عايز أقولك على حاجة بس سمحيني فيها لما تلاقيني تهصبت عليك في مرة كده مرة يعني كده بعيد عن الناس أنا مقدرش أتعصب قدام الناس فلازم ما تتعصبش عليه إنما تأخذ بعضك وتقوله الحمد لله الذي عفاني مما ابتلى به عبادي وفضلني على كثير من من قالك تفضيلة ليه بقى ستة لمية لأن ربنا وزع الأخلاق كما وزع الأرزاق وزع الإيه الأخلاق ربنا وزع ثلاث حاجات خلي بالك وزع العقول والأخلاق والأرزاق فآفة الناس أعجب كل ذي رأي برأيه لو أنا قلت لي خدي عقلك وأتي عقلك لا يمكن هو عقلك لكن أنت طمعان في ريزق وأنا طمعان في ريزق وأنت طمعان في قدري وأنا طمعان في قدريك ويارتنا نطمع في الخلق الحسن لكن إحنا لا بنطمع في الخلق السيء يبقى أصبح عندنا دلوقتي مخلوق جديد هيمر بأطوار الخلق اللي ربنا شرحها للملائكة على أي حال خلق الله آدم عليه السلام بعدما مر بمراحل التكوين البادئة في القرآن لكن أنا هقف في نقطة كده تعالي أصل الخلقه طين وبعدين سلصال من حمق المسنون عارف عن إيه سلصال من حمق المسنون يعني الطين ينشف تبقى ريحته إيه ناتنة ريحته ناتنة أنا بقول للكلام ده ليه علشان أنا ما بقولكش أنت إيه وعا تزعل مني أنا بتكلم عن نفسي أنا ده ربنا سبحانه وتعالى أنا بقولي الكلام ده النفسي أنا مش بقوله للمشاهد الكريم بقوله النفسي أنا علشان ما تكبرش على حد وعلشان ما نفسي ما تعليش على حد لأن ربنا الداني الحقيقة أوش قال لي إيه ألم نخلقكم من ماء مهين ده أنت اتخلقت من ماء حقير لو جي على هدوم الواحد فينا يقرى في البسه أنت تقول لك على بعضك أساسا كده يا أيها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد ولاك ومن الذي شق العيون فأبصرت ومن الذي بالعقل قد حلاك ومن الذي تعصي ويغفر دائما ومن الذي تنسى ولا ينساك اوها تتكبر ده أنت نزلت من مجرى البول مرتين مرة يوم أن نزلت من صلب أمك ومن صلب أبيك ويوم أن نزلت من رحم أمك فعلى ما تتكبر هتتكبر على إيه دي حقيقتك فما تزعلش خلقه الله سبحانه وتعالى وسوا وبعدين الروح نفخ الله فيه الروح أول ما نفخها نفخها في رأسي فعطس فقالت الملائكة كل الحمد لله فقال الحمد لله فقال ربنا يرحمك الله عشان كده إحنا بنقول الحمد لله لما نعطس الحمد لله وبعدين فوصلت الروح إلى عيني فأفصر طعام الجنح فاشتهاه عايز يأكل فقام ليجري ما كانتش الروح وصلت لي فين للرجل لسه علشان كده زي ما الروح دخلت جسم ابن آدم على مراحل كذلك تخرج منه على مراحل أرجعك للدر الآخرة شتان شتان ما بين ما تخرج منه الروح زي إيه كنسمة هواء بارد في جو حار ده المؤمن وما بينه إنسان تخرج منه الروح زي شوك تجي بيه تحطيه في الصوف وترمع لي مياه وتنزع الشوك إزاي فكذلك تنزع من كل عرق وعصب وعظم فجري فوقع على وشه فربنا سبحانه وتعالى قال خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل فكان الإنسان عجول الله سبحانه وتعالى أنظر آدم لظهره يعني مسح على ظهره ثم أراه كل الخلائق يا يعني سيدنا آدم عارف لمية آه وعارف نادر آه وعارف محمد آه شفهم شفهم كلهم فأعجب فكذلك إيه الحكمة من دائرة ما نعقول لك الحكمة الحكمة حكم التكريم لإن ربنا هيفضله وهو أنت عايزة تجاوبي على سؤالك اللي أنت مشغولة بيه من أول الحلق إزاي ربنا كرمه خلق الملائكة ودى للملائكة جزء من العلم خلي بالك وبعدين قال لهم الملائكة ظنوا أنهم معهم العلم فالهم لا دى أنا خلقت مخلوق سأعطيه علما يفوق علمكم ودى كله بالنسبة لعلم الله شيء ملوش عازة طبعا علم ضئيل لأن علم الله علم مطلق فربنا سبحانه وتعالى أراه كل هذه الأشكال أراه الإنس والجن والحيوان والشجر والدواب كل شيء ربنا ورهوله وعلمهوله أعلمه أن دي تربيزة وعلمه أن دي مخدة وعلمه أن دمائك أعلمه كل شيء ليه؟ لأن ليه مهمة خلي بالك هيروح للملائكة هاستعرض علم الله ونفحة الله له ما أخلي بالك إما لإزاي الملائكة تغضع للأمر وتسجد المهم أعجب بنبي الله داود عليه السلام سأل من هذا؟ قالوا داود ولدك قال كم عمره؟ قالوا له ستين سنة قال أعطوها أربعين من عندي فأعطوه فلما جيه ملك الموت يقبض روح سيدنا آدم قال له استنى كانت الأعمار معلومة كان هو عارب لسه فضلي أربعين سنة قال له يا نبي الله ألم تعطيها لولدك داود؟ طمع فيهم قال ليتني ما أعطيته سدن الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ فجحد فجحدتم وأنكر فأنكرتم ونسى فنسيتم وأحب الدنيا فأحببتموها وأخطى آدم فعصيتم فأتم الله لداود عمره وأتم لآدم عمره ثم حجب الأعمار عن الخلائق وبعدين عندك مهمة تانية روح للملائكة فراح للملائكة فسلم عليهم واحدا واحدا وبعدين بدأ يسأل الملائكة تعرف يعني إيه بشر؟ طب تعرف يعني محمد؟ طب تعرف يعني سيارة؟ إيه ده؟ آه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في التوقيت ده الملائكة ما تعرفش تستشير واحد ماهوش ملك لكن من الجن ما ترك بقعة في الأرض ولا في السماء إلا سجد لله فيها سجدة عرف مين؟ مين؟ إبليس العين يا سلام تخيلي كان مفتي الملائكة أعبد الملائكة ليس من الملائكة لأن ربنا في القرآن قال لنا إبليس مش من ملائكة خلي بالك إبليس منين يا رب؟ جوبك ربنا قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه لكن كانت عباته لا حدود لها ولا غاية لها ما ترك بقعة في الأرض ولا في السماء إلا وسجد الله لله فيها سجدة ما ترك تسبيحة ولا لحظة إلا وحمد الله فيها سبحانك يا ربنا فربنا لما يبعد سيدنا أدم للمهمة دي بعديها الملائكة تعترف بضعفها وتعترف بقلة علمها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا حين يجي الأمر أسجده ناخد التليفون أم ممدوح سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيكم نواليني القراءة يا حبيبي حبيبي ربنا يخليك يا رب كل سنة وحضرتك طيبة طيبة يا حبيبي أنا اللي كلمتك مبارح نورتيني أهلا بيكي أهلا بيكي حبيبي أهلا أسأل سؤالي السخر للعسل ده فضال سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم الحبيبي ربنا يبارك في عمرك ربنا يخليك يا حبيبي بلت أنا عارفة أن السماوات سبع سماوات نعم سبع سماوات أهلا السلام هلقونا كم كان سيدنا أدم صح صح عايزة بقى أعرف بقيت البقين السماوات خلاص وليها سؤال تاني في سورة النزعات عجبت وضع لي بس يوم ترجف الاجفة تتبع الاجفة جلوب يوماز الاجفة أبصرها خاشعة الله وضحها لي يا ربي يخليك يا سيخي صادر حاض وجزاك الله كل شيء وجزانا وإياك نورتين جميلة إزاي عشان أقول لك هؤلائهم حسنة الزمان وبركة الأيام ربنا يديها الصحة يا رب المبارك الحالي لنا عندها 73 سماوات وشوفي لسه بتقرأ القرآن وبتسأل وبتسأل شوفي الجميل وبتسأل ربنا يديها الصحة يا رب هي رجعتنا للإسراء والمعراش وفي عجالة يا أمي السامة الأولى كان فيها سيدنا آدم عليه السلام السامة التانية كان فيها أبناء الخالة زكريا ويحيا التالتة كان فيها سيدنا يوسف الرابعة كان فيها سيدنا إدريس الخمسة كان فيها سيدنا هارون الستة كان فيها سيدنا موسى السابعة كان فيها سيدنا إبراهيم يجلس وحوله الأطفال الصغار يعلمهم القرآن الذين ماتوا في سن مبكرة ويستند بظهره إلى البيت المعمور طيب سؤالها التاني وكتعيز التفسير السؤال التاني ده بيتحدث عن مشاهد يوم القيامة اللي هو حينما ينفخ ميكا إيل إسرافيل في الصور وتمنع الأرزاق فلما ينفخ في الصور عند النفخ في الصور عند إذن خلي بالك يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة يعني قامت القيامة لا تسمع إلا همسة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما عندها كل قلب يرتجف من آمن أدرك حقيقة الإيمان وفاز بالإيمان وعلم رضوان الرحمن ومن خاب وخسر أدرك الخسران وذلك هو الخسران المبين نسأل الله أن يجعلنا من الفائزين الناجينة إن شاء الله آمين يا رب آمين يا رب أول ما تخلق سيدنا آدم كان في الأرض لوحده دا كان في الجنة فوق في السماء هم هم بس هو ربنا قال لهم إني جاعلهم فين؟ في الأرض في الأرض هتقوليني ما ربنا دخلوا الجنة ليه؟ بالمناسبة حضرتك قلت شاف الجنة طعام الجنة ودخلوا الجنة بس هي مش جنة الخلط عشان بس نوقف ماهيش الجنة اللي هي عن قشاف الآخرة وبالتالي هنلاقي الهجوم هبليه ليه إشم الهجوم بسرعة هي هبليه بسرعة لا هقولك ليه ليه ثلاث أسباب أول حاجة جنة الآخرة حكم الله فيها وباهم منها بمخرجين لا أنا ولا أنت عنخرج منها إن شاء الله ولا كل الناس كل اللي يخرجها مش هيخرج إن شاء الله ده مميزات جنة الآخرة فدي أخرجة منها طيب التانية إن جنة الآخرة مفهاش معصية مفهاش إيه؟ معصية الأمر التالت إن جنة الآخرة ما يقدرش يخشها الشيطان إما لدي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى علم حقيقة الإنسان لأنه هو اللي خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير فربنا سبحانه وتعالى عارف إن الإنسان دائما متمرد ما ويسدت لم يالما خلق الله النفس قال من أنا يا نفس قالت أنت أنت وأنا أنا فأعطاها من النعيم ما أعطى من أنا يا نفس؟ قالت أنت أنت وأنا أنا فزادها في النعيم من أنا يا نفس؟ قالت أنت أنت وأنا أنا فأدخلها النار من أنا يا نفس؟ أنت أنت وأنا أنا فوضع لها وصنع لها في النار وادي يسمى وادي الجوع وادي تن يسمى وادي الخوف وأدخلها في هذا مرة وفي ذاك مرة ثم قال من أنا يا نفس قالت سبحانك أنت الله قال وعزتي وجلالي لأعذبن عبادي في الدنيا والآخرة بالجوع والخوف سبحانك يا رب وأنا مش عايزة الكلام يخلص ولا ينتهي وأعدى متشوقة أسمع لأنه يعني ممكن زي ما قلت أنه أكيد هيبقى فيه في حلقاتنا كلام كتير جدا إحنا أول مرة نسمعه نسأل الله القبول ربنا يبارك لك يا رب يا شيخ محمد نحافظكم الله نسأل الله القبول يا رب أمين يا رب أمين يا رب أشوفك على خير إن شاء الله إن شاء الله وقبل السلام والختامة بيننا اللؤى بأحلى الكلام عن الأنبياء والمرسلين وسيدنا النبي عليه الصلاة وأسكى التسليم أشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله على خير سلام عليكم لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا 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 يستهين بعفوك الجهلاء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا 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 لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا بالجود المباة فعلتما لاتفعلتما واؤوك اشتركوا في القناة